قال أبو عبيد الناطق باسم كتائب القسام أن العدد الكبير من أسرى العدو لدى الكتائب فمنه تبيض كافة السجون من كافة الأسرى الفلسطينيين مضيفا أنه إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فكتائب القسام مستعدة وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فهي مستعدة أيضا إننا نقول للعدو وللعالم وبشكل واضح ومختصر إن العدد الكبير من أسرى العدو لدينا ثمنه تبيض كامل السجون الصهيونية من كافة الأسرى فإذا أراد العدو أن ينهي هذا الملف مرة واحدة فنحن مستعدون لذلك وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فنحن جاهزون لذلك أيضا وعليه أن يدفع الأثمان التي يعرفها وأضاف الناطق باسم كتائب القسام أن قواته لا تزال في انتظار العدو الذي يكرر تهديداته بالمعركة البرية يوميا مشيرا إلى أنهم سيذيقون العدو هزيمة أكبر مما كان يتوقع أو يتخوف نقول للعدو الذي يكرر تهديداته بشكل يومي بالمعركة البرية إننا لا نزال في انتظاره لنذيقه أصنافا جديدة من الموت ولنعلمه ونعلم كل العالم معنى البطولة والفداء وإننا سنذيقه بقوة الله هزيمة أكبر مما يتوقع أو يتخوف ترجمة نانسي قنقر